الدوار الانتخابية وقراءة في القوة التي تمثلها بالنسبة للقائمتين المحلية والعامة التأثير مجميع وخزانات أصوات آلية التعامل والتوجه له تفاصيل موسع نناقشها مع المختص في شؤون الانتخابات أحمد العكايلة أهلا بك أحمد أهلا بك سيدي مسائك سعيد أهلا سلامك أحمد أحمد لما نحكي قوة نحكي خزان نحكي تجميع أصوات كيف منحدد قوة الدائرة الانتخابية وإيش بتأثر هاي الدائرة على نتائج الانتخابات طب أول شيء مسائك سعيد ومسائك سعيد للمشاهدين مثل ما بتعرف أنه بعد مسار التحديث الذي انطلق باللجنة الملكية تحديث المنظومة السياسية كان في عنا قانون مختلط من نظامين انتخابيين نظام انتخابي على مستوى الدوائر المحلية ونظام انتخابي على مستوى الدائرة العامة اللي احنا منسميها القوائم الوطنية صحيح أنهما يسيران في مسارين منفصلين على صعيد النتائج بمعنى لا تؤثر نتائج أحد النظامين على النظام الآخر بالتعديل لكن بالوضع السياسي بالوضع التحالف الحزبي والتحالف الانتخابي أكيد تؤثر بشكل كبير عندما نتحدث عن القوائم المحلية وعندما نتحدث عن الدوائر المحلية مثل ما حضرتك بتعرف أننا في عنا 18 دائرة محلية على مستوى المملكة ربما الكثير لا يعرف أن القانون قانون الانتخاب حدد أنه يجب أن تكون القوائم العامة أو أفراد القائمة العامة موزعين على 9 دوائر محلية على الأقل فبالتالي هناك ارتباط بشكل أو بآخر ما بين الدوائر المحلية والدائرة العامة اليوم أنت في عندك دوائر كبيرة جدا تصل في عمان على سبيل المثال إلى ما دون 800 ألف صوت بقليل مثلا الدائرة الثانية هناك دوائر كبيرة في إربد هناك دوائر كبيرة في عمان الزرقاء اليوم بثقلها السكاني أصبح الدائرة واحدة هذه الدوائر اهتمت فيها الأحزاب بشكل كبير لسبب بسيط أنها هي التي ستكون الفارق إذا استطاعت أن تنشر فيها أصواتها على صعيد أو وليتها في ترتيب القائمة العامة أنت تتحدث اليوم أن هناك العديد من المعايير التي تحدد قوة أي دائرة أكيد الكثابة السكانية طبيعة الثقافة الاجتماعية السائدة في هذه الدائرة وعلى سبيل المثال بكل صراحة الخطاب يختلف من دائرة إلى أخرى من محافظة إلى أخرى أولويات كل محافظة يعني نحن نقدر نقول أنه معظم دوائر المملكة هي محافظات كاملة أولوياتها مختلفة بناء على نمطها الاقتصادي نمطها الاجتماعي قدرة سكانها على إيجاد قواسم مشتركة أيضا أريد أن أنوه لقضية مهمة النظم الانتخابية في العالم لا توضع بناء على معيار واحد فقط يعني لا توضع على أساس التمثيل الجغرافي وفقط ولا توضع على أساس التمثيل الديمغرافي وفقط هناك معايير أخرى ومهمة جدا لوضع أي نظام انتخابي في الدنيا منها مثلا الوضع السياسي في البلد النظام السياسي القائم في البلد معيار التنمية اليوم القائم في البلد حاجة البلد إلى التمثيل والتنوع العرقي والتنوع الإثني والتنوع الديمغرافي أيضا هذه حاجة مهمة أيضا الوضع الإقليمي المحيط بالبلد هذه كلها ظروف سياسية وظروف معيارية تحدد ما هو النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون سائدا في أي بلد وفي أي دولة وبالتالي إذا بدك وجهة نظري فالنظام الانتخابي الأردني نظام راعة معظم هذه المعايير نظام استطاع أن يشترح وأنا وجهة نظري وهذا ما يجب التركيز عليه أن يشترح معادلة تطورية بمعنى أنها سوف تتطور مع الزمن ليس فقط في عدد المقاعد وإنما أيضا في الثقافة التي سوف تغرس في أذهان عن 12 سنة أحمد من هذا العام وإن شاء الله في السنوات القديمة نرجع للدوائر المحلية ذكرت حضرتك عمان وربما أيضا ذكرت إربد هو أو هي القوائم الأكبر لأنه إحنا بنعرف 18 دائرة عم نحكي ثلاثة إلى عمان ثلاثة إلى إربد وعشر ثنين في إربد نعم ثنين في إربد وعشرة في المحافظات وثلاثة إلى ألوية البادية الشمالية وبادية بدوء الوسط وبدوء الجنوب نبدأ بعمان إيش أقوى دائرة من الدوائر الثلاث وكيف تشوف ثقل الصوت الانتخابي على القائمة المحلية بدايتا ثم العامة أنا إذا تذكر عمان في الانتخابات الماضية كانت خمس دوائر تم دمج العديد من الدوائر الانتخابية حتى يتحصل لدينا ثلاث دوائر انتخابية دعونا نكون واضحين وصريحين في الانتخابات الماضية كان هناك نوع من التوزيع الذي يضمن للتجمعات السكانية نوعا من التمثيل المستقل السنهاية لا بكل صراحة ومضعية اليوم أنت بحاجة إلى أن تتكتل المكونات الاجتماعية أن تتحالف أن تتآلف حتى تستطيع أن تحصل على مقعد في الدوائر الانتخابية خاصة في عمان أنا أعتقد أن الثقل الانتخابي الموجود في الدائرة الثانية هو ثقل الانتخابي كبير وكبير جدا نتحدث عن ثمن مقاعد منهم كوتا نعم مقعد كوتا للإخوة المسيحيين ومقعد كوتا للمرأة أنت تتحدث عن دائرة ضخمة جدا في عدد الأصوات واسعة جدا جغرافيا ولديها التنوع السكاني التنوع هائل بالسكان وأيضا لديها حضور حزبي وهذا مهم جدا أنت الآن تتحدث عن أن هذه الدائرة قد ترى فيها نوع من التحالفات ما بين القوائم المحلية وبعض القوائم العامة الحزبية سوف ترى في هذه الدائرة نوع من أنواع التصعيد في الخطاب من أجل محاولة خلق خطاب يجمع كل هذه المكونات في الدائرة الثانية على وجه الخصوصة الدائرة الثانية ضخمة جدا سكانيا بكل صراحة الدائرة الثانية متنوعة سكانيا على صعيد تنوع الناس اختلافاتهم هناك أحياء عديدة في هذه الدائرة تنتمي إلى محافظات نعم وإلى قرى أصولها من الضفة الغربية وبالتالي أنت تتحدث عن تكتلات سكانية كبيرة جدا إلا أن الفارق اليوم أن هذه الدائرة أيضا دمجت مكونات اجتماعية أخرى معها بناء على دمج الدوائر الذي حصل وبالتالي أنت سوف تتحدث عن معادلة جديدة كيف ستؤثر هذه على الدوائر العامة خليني أكون واضح هذه الدائرة سوف تكون محط اهتمام الأحزاب السياسية التي تريد أن تنافس على مستوى القوائم العامة لماذا؟ لأن هذه الدائرة بالذات هي ذات التكتل أو الخزان السكاني الأكبر وبالتالي إذا كنا نحسب على الدائرة العامة فأنت بهمك الأول شيء تتجاوز العتبة ثم تحصل على رقم أكبر حتى تحصل على عدد أكبر من المقاعد وبالتالي لقد بدأنا نرى تحالفات أو تفاهمات أو تفاوضات ما بين القوائم المحلية المترشحة في هذه الدائرة وباقي الدوائر بالمناسبة والأحزاب والقوائم العامة أيضا أنا لا أعتقد أن الأحزاب غابت عن تشكيل القوائم المحلية في معظم الدوائر وخاصة في هذه الدائرة ليش؟ إذا بتلاحظ بالسنوات الماضية بالانتخابات 2020 و2016 وما قبله كانت الأحزاب تتوارى في تشكيل القوائم وتمارس دور الظل أو الداعم من الخلف في عملية تشكيل القوائم المحلية ليه؟ لأنه كان يعني ما في أفق لحالة حزبية والتجمعات السكانية التي تنافس على مقعد سياسي بدها الحصة لها وأن لا يشارك فيها الأحزاب اليوم لا الأحزاب شريك منذ التأسيس في عملية تشكيل القوائم المحلية والأحزاب اليوم تحضر وبالعكس يعد مصدر ثقل لأي مرشح ضمن قائم المحلية أنه مدعوم من حزب ما أو أنه مرشح في ظل أو في تفكير حزب عمان أحمد وبتوقعاتك الدائرة الثانية هي الأثقل وهي الأقوى رغم التحدي أستاذي الذي يواجه الدائرة الثانية بالعموم ألا وهو انخفاض نسبة التصويت في هذه الدائرة طيب بنسقط كل هذا على إربد أيضا إربد نحكي عن دائرتين وهناك كثافة سكانية إربد الأولى وإربد الثانية كيف تشوف المقاعد في إربد وكيف تشوفها التركيبة السكانية والتوزيع؟ للأمانة أنا بشوف الوضع في إربد محتدم منذ شهرين على الأقل موضوع تشكيل القوائم المحلية كان عليه نقاش وصراع شديد المعادلة في إربد تختلف لجهة المكون العشائري فيها ذو صبغة أثقل باعتبار أن القصبة وما يحيطها من قرى المعادلة التقليدية التي سادت في إربد يمكن رسخت المكون العشائري والتمثيل على أساس عشائري اليوم دمج دائرتين دمج إربد في دائرتين أولا وبالمناسبة يعني نزوء التخفيض في مقاعد الدائرة الدوائر في إربد سيؤدي إلى شيء حتمي إن كنت تحدثنا عنه سابقا ألا وهو أن المكونات الاجتماعيين سوف تتحالف فيما بينها من أجل الوصول بتمثيل سياسي هل هذا شيء إيجابي أنا أعتقد أنه نعم لماذا لأن وظيفة الانتخابات أن توزع أوراق القوة على الأطراف السياسية الموجودة وبالتالي له وظيفة أخرى أن يصوغ المجتمع بطريقة أكثر حضارية وأكثر ديمقراطية الأحزاب كانت حاضرة في تشكيل القوائم في إربد وكانت حاضرة بقوة يعني أنت تسمع أن هذا المرشح المرشح الفلاني نازل في القائمة الفلانية عن حزب مثلا سين أو هذا المرشح نازل في الحزب الآخر أو صاد عن الحزب الفلاني وبالتالي أنت تتحدث أن إربد اليوم أنا أعتقد أنه إربد يعني في أحيان كثيرة تكون معيار نظرا لأنها لا تعاني من الذي تعانيه الدائرة الثانية في عمان نسب التصويت تكون أعلى اثنين الإقبال السكاني على الانتخابات كبير جدا وأنا أعتقد أنه حتى الأحزاب بالمناسبة كان فيها إقبال شديد كان عليها إقبال شديد من رح نيجي إلى القائمة العامة إذا ظل معانا وقت والأحزاب بس ننتقل هيك بنظرة شمولية على الدوائر المتبقية في المملكة نتحدث عن عشر محافظات وثلاث ألوية دعني أطرح عليك نقطة مهمة في معظم المحافظات قلت عدد مقاعدها بالتالي أنت تتحدث على أن الصيغة التقليدية لتوزيع المقاعد أنا بحكي انتخابيا يعني قوة الأصوات وطريقة توزيعها اختلفت تماما أنت تتحدث على أن مكونات اجتماعية عشائرية في المحافظات تقليدية ربما لا تحصل على مقاعد هذا العام طيب هذا ماذا سيدفع الناس إلى أعادة تفكير بصيغة سياسية مختلفة أنت بحاجة إلى ثقل سياسي عابر للمكونات الاجتماعية في المحافظات وهذا مهم ومهم جدا لجهة أنك سوف تتحدث مش بالانتخاباتها بالانتخابات القادمة عن مرشحين عابرين للمكونات الاجتماعية عابرين للثقل العشائري هم موزعين على كل الثقل العشائر له وهو الأحزاب على شأن يكونوا عطحين وصريحين السبب أنه عندما تقل مثلا محافظة زي محافظة الطفيلة بحكي عنها تحييز لأنها محافظة محافظة الطفيلة كانت سنة الماضية أربع مقاعد تنافس سنة هاي ثلاث مقاعد تنافس الدورة الماضية الدورة الماضية أسف الدورة الماضية كانت أربع مقاعد تنافس دورة هاي ثلاث مقاعد تنافس إذن أنت تتحدث عن أن هناك بالحسب الرقمية على خمس تجمعات عشائرية في تجمع عشائري من رح يطلع له مقاعد في الدورة القادمة اللي هي الطفيلة ممكن تحصل على مقعدين تنافس تمام هناك تجمعين ربما إذا بقيت تفكير التقليد على فكرة المقاعد للتجمعات السكانية لا أنت بالانتخابات القادمة سوف ترى تحالفات عابرة للمكونات الاجتماعية وهذا مفيد للمحافظة ليش لأنه إذا ربطنا السياسة بالاقتصاد أو السياسة بالتنمية أو السياسة بحاجات الناس بكل صراحة وموضوعية حاجة ابن أي مكون عشائري في أي محافظة هي حاجة ابن المكون الآخر وبالتالي أنت بحاجة إلى برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي يخاطب الناس ليس بناء على انتماءاتهم انتماءات ما قبل الدولة أنت بحاجة إلى مخاطبتهم بناء على مصالحهم وأن تعود اللعبة الديمقراطية في المحافظات وفي العاصمة إلى أساسها ألا وهي أن تدور على مدار المصالح مصالح السكان ومصالح فئاتها الاجتماعية نحن نرى أحمد مجموعة من المحافظات وكل المقاعد والدوائر الانتخابية من هذه الناحية يبدأ أن تقل إلى أمر آخر أحمد وهي الثلاثة الدوائر بدو الجنوب وبدو الوسط وبدو الشمال خصوصية لهذه الدوائر باستثناءها من المحافظات وأعطاها صفة دائرة ومقاعد مخصصة لها نحكي عن الثقل في هذه الثلاثة دوائر طيب أنا يمكن تعرف أنه يمكن حكيت قبل في بداية المقابلة عن معايير اختيار أي وظامة انتخابي وتفصيله دوائر البيد ودار عليها الإخوة من البيد ودار عليها نقاش طويل في أثناء وضع القانون وقانون الانتخاب الآن تم هناك تحسين على الموضوع بحيث أن لا يحصر ترشح ابن دوائر البدو في دوائر البدو فقط هو بيقدر يترشح في أي منطقة إذا أثبت حضور سكان فيها لكن دوائر البدو مغلقة على انتخابا اقتراعا على أبناء هذه الدوائر دوائر البدو مهمة لجهة أنه يجب الحفاظ على هذا المكون وهو يعتبر جزء من هوية الناس اثنين والمهم هناك قضية تنموية مهمة لهذه المحافظات حضورها السياسي يحافظ على فكرة إمكانية تعزيزها تنمويا في المستقبل يمكن الناس تقول لك اليوم شو علاقة التنمية بالانتخابات ما هي شو هي السياسة بالنهاية هي إعادة تدوير المصالح فأنا بشوف أنه هذه الدوائر بالمناسبة دائما ذات نسب تصويتية عالية جدا تتجاوز السبعين والخمسة وسبعين بالمئة ولا ربما هي الأعلى في المملكة بتكون في بعض الأحيان نعم لكن مثل ما بتعرف أنه بعض الدوائر هي مقعدين يعني ضائرة من دوائر أغلبهم مقعدين ومقعد للكوتا نعم ومقعد للكوتا النسائي فأنت بتتحدث عن ثلاث دوائر بعدد بحضور نيابي بسيط لكنك تتحدث عن نسبة تصويت عالية ضايل معي دقيقة وضروري أنتقل إلى أمر وقانون جاء بالقانون الجديد يجب أن لا تقل أو لا يقل عدد أعضاء الدوائر في الدائرة العامة أو في القائمة العامة المغلقة أن لا يقل عن تسعة من دوائر محلية تأثير هذا الأمر في دقيقة أحمد سريعا جدا هذا بدك تربطه مع قانون الأحزاب قانون الأحزاب أيضا نص على أن المؤسسين للحزب يجب أن يكونوا من ست محافظات بمعنى أن المشرع في غايته أن يكون تمثيل القائمة العامة والحزب أيضا وطنيا وعابرا للجغرافية قدر الإمكان وبالتالي عندما تلزم الحزب بأن يكون التمثيل من تسعة دوائر محلية أي أنك تقول له أنك لا تعتمد فقط على الحضور في الدوائر المحلية الكبيرة مثل الدائرة الثانية في عمان بل يجب أن تكون حالة وطنية حتى في إطار التمثيل وهذا مهم جدا آسف على الإطالة لأنك تريد أن تقنع المحافظات الصغيرة بالتحديث السياسي وبما هو قادم في قادم الأيام أكيد طبعا أكيد أشكرك جزيلا شكر المختص في شؤون الأنتخابات أحمد العكايل شكرا جزيلا لك شرفنا مساء سعيد